السلام عليكم كانت منكم تكونوا كلكم بخير والاخير ومبروك واشهركم باش ما تمنيتوا بصحة وسلامة كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي سابق على هاد الحليوة اللي غادي ندرجها لكم اليوم ساهلة وفي المتناول وكاد جي بنين وكاد عطي واحد الكمية اللي هي كثيرة وغادي نقطع عليكم باش شوفه كاد جي كاد دوف الفم كانت من نتجي عادكم اللي لايك والبرتاج وشي تعليق زوين او لاشيق وشكرا الله يجازيكم بخير غادي نبدو ان شاء الله بالمقادير المقادير عدنا كاس ديالجوجلان يكون محمر بما يعادل 100 قرام بالنسبة وعدنا كاس ديالزيت وكاس ديالسكور غلاسي بالنسبة للسكور غلاسي ممكن لكم تديروا كاس ومس انا نقصت سكور حتى ما زال غادي نفندوها بالسكور عدنا 100 قرام ديال الكوكاو ما يعادل كاس ديالكوكاو عدنا شوية الملحة والفانيلا بالنسبة الكوكاو 100 قرام زوجلان 100 قرام وبالنسبة للسكور تاوكا ديالك 100 قرام ولكن السكور يمكن لكم تضيفوا انا درتها شوية ناقصة ديروا كاس ونصف ديالسكور غلاسي عدنا 250 قرام ديالزبيدو عدنا 100 قرام ديال الزبيب او العنب المجفف اللي كان نشدوه ونغسله من طبيعة الحال وكان نقطع قطع قطع صغيرة بززاف القراطة ديالربا كان نضيف تلاساتل مع القبار ديال الماء ديالزار وكان نضيف ديالك الكوكاو اللي شديتو وطحنتو ماشي نطحنوه ونخليه بهرمش غادي نطحنوه ماشي منيه المزيان ولكن كيبقى ارقائق باش يمكن لنا هاد الحلوة تقطع لين الصافي غادي ندرت جوجلان وزيت سكار غلاسي من طبيعة الحال غادي نغرب له المهم هاد الحلوة كل شي كتديري في مرة وحده وكتخلطي كنسمي وكيتسمى كتسمى الحلوة الخاليط ولكن كلك يدير بطريقته اليوم انا درتها لكم بطريقتي الخاصة هي كنت فيتا ديرها بشكل اخر ومضروري ينقشوها ولكن اليوم قصرت المسافات او الاختاصرت درت شي حاجة لي هي ساهلة وغادي تعجبكم ان شاء الله دائما كنقلبوه على الساهل والبسيط كما كتلاحظوك من طبيعة الحال الزبدة كتكون على درجة الحرارة المطبخ بالنسبة لهذه الحلوة سوف نخلطها دا بنخلي لكم المقادر مضبوطة في صندوق الوصف ان شاء الله سوف يكون بدا نطيف الطحين بالنسبة للكوكاو درت كاس ميو عادي 100 غرام سوف ندير حمار وحداد 8 غرام لوز تنم الكوكاو 100 غرام زجلان 100 غرام 100 غرام 150 ميليلتر الزيت وكما قلت لكم في السابق بالنسبة للسكار انا درتها ناقصة حيث سوف نفرندها في السكار لا تكون قاسحة حيث لك جهاز قاسحة سوف تفرطط لكم لا تجمع المهم النسانين العجينة اما تديرها كويرات بحل بحل الغريبة البلا ومن الاحسن ويفضل انا تديرها على تشكل تديرها بين جوج بلاستيكات وصافي كتبذو تبسطو فيها وكتجمعوه ما كتخلي ولا ترتاح لاتشي حاجة مني كنبسطوها ماشي كنبسطواتة كنخلي ورقيق بحل الشكل ديالصابلي الا كنخليوه شوية غليضة غادي نقدي شوية بالمدلك صافي وغادي تشوفو كيفاش غادي نزينو ان شاء الله صافي كنجيبو هاد المدلك اللي تيكون على هاد الشكل غادي تشوفوه معاً مايا هو اللي كنديرو به هاد الخطوط على تشكل في حالة ما عندكمش وما توفرش لكم غادي المهم غادي تديرو العجينة عادية تقدرو تديرو شكل خطوط بشكل فرشيطة او لا موس او لا تاكا تقطعوها غادي نقطعوها بعض القطاعة دائرية يمكن لكم تقطعوها بكاس ما عندكم موالو غادي تديرو كاس صافي وتقطعوها ومن بعد غادي تديرو هاد الخطوط بشي بشي معلقاء او لا فرشيطة او لا او لا موس صافي او لا لعدكم ذاك اللي كنقشو به الكعب غزال يمكن لكم تديروه في الاصل هذا الخليط يتضعها بالمنقاش كي نقشها بدك النركة تلفلية السمية ديه. تكون منقوشة بدك المنقاش ديه الكائبة. كتجي سهلة على هاتشكيل وكتجي زوينة زوينة بالسفو كتخرج واحد الكميات قريبا واحد ربعة وسبعين. انا درست واحد طوا وما زال شاطلية. غادي ندير هاتطاوة اللي غادي نديرها الفران ديال الحومة. كتجي زوينة وسهلة وغادي نقص عليها شوية ديال التعب ولكن بالنسبة لكم تماما غادي نقول لكم ما إلا بغيتوا تديرو نصف الكمية يمكن لكم تديرو نصف الكمية. سوف يكون بقى مستمرة. وكون قطع الغريبة او الحلوة ديالي كتجي زوينة وكتعطى كمية كبيرة ويمكن لكم تديروا فيها ما بغيتوا راكين اللي كيدير فيها وهي الاصل ديالك يدروا فيها اللوز. الكوكو ومحمر. انتما كتجي خطيرة. حسن من البهلة حسن من صابلي وبنينة وكيجي في هذا الزبيب مقطع كيجي بنين بنين بزاف. سوف يكون قام ستا مرات كنكمل هاد الحلوة ديالي. غادي نمشيين. اديها على الفرن ان شاء الله. ومني غادي رجع وغادي تشوفها. بالنسبة لدرجة الحرارة ديال ديال الدار. غادي تديرها على 180. غادي يسخون من قبل. غادي تخلي وتد تحمر من تحت. وصاف يحمرها من الفوق وخرجوها. انا ما كاد قلش بزاف وكادشي ازوينه. كادشي الشيشة وكاد دوفل فو ما انتم ما لاحظو. جادبا من الفرن كادشي رائعة اكتر من رائعة. علاش نقص انا السكر اللي حساب غادي ما زال انفندوها في السكر كادشي شكيل دياله هو هو. كادشي سامبل وكادشي راقيا وزوينة. صافي كاد اه اه ترشي عليها وحضر الشيخ فيه فهنتمه. مشي بزاف. صافي باش ما تكونش ديك اه الحلاوة غالبا عليها. كيبقا كتبقا كتبقا كتعطي الماضاق ديال الزبيب ديال الكوكا وديال الزجلان كتجي خاطر خاطر وديال الفاني. وهدي هي الحلوة ديال اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم. وشكرا على المشاهدة. وشكرا على التعليق ديالكم في فيديوهات السابقة. والله يجزي كم باخير شكرا بزاف. واستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله. وان شاء الله تسنوني. غادي ندلكم الرغيف ديال العيد غدا ان شاء الله شي حاجة للطوب وشي حاجة لك تخرج كمية كبيرة. غادي عجبكم ان شاء الله. اللي بقى تل هاد الوقيته. تل الفيديو في الاخر. اه تكسب لي في تعليق وشكرا الله يجزيكم بخير. تقول يا انا بقيت تل اخر لحظة. يا الله البنات. مسلام عليكم وشكرا الله يجزيكم بخير ومبروك واشركم باش مزمني توب صحة وسلامة. وما سخيتش بكم وبسلامة. اشتركوا في القناة